الجهات المختصة في محافظة اللاذقية تضبط سيارة محملة بكميات من المتفجرات وصواعق قبل دخولها إلى مدينة جبلة وألقت القبض على شخصين بداخلها عملية رصد الدقيقة والمتابعة أدبت ضبط سيارة نوع سكودة قبل دخولها إلى مدينة جبلة وعثر بداخلها على صواعق ومواد متفجرة مخبأة داخل صفائح تخصص عادة لنقل الزيوت والسمن وتم ألقاء القبض على شخصين كانا بداخلها تمكنت الوحدة من ضبط السيارتين ومنعهما من التفجير بعد ألقاء القبض على السائقين الذين اعترفا أنهما كانا ينيويان تفجير السيارتين في مدينة جبلة خلال التحقيقات مع الشخصين المذكورين اعترفا بإحضارهما المواد المتفجرة من مدينة حلب من أجل تفخيخ سيارة نوع فاو داخل مدينة جبلة والتي تم العثور عليها ومصادراتها يذكر أن الجهات المختصة فككت في الأول من تشرين الأول الماضي سيارة محملة بألف كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار قرب مدخل مدينة اللادقية ترجمة نانسي قنقر